في حادثة أشبه بخاتمة تراجدية سوداء ظلت حبكاتها أكثر من 33 عاماً رحال صالح هكذا قالت الصورة وهكذا كان مصير الرئيس الذي طالما لعب على تناقضات المشهد لفترة طويلة من الزمن رحيل لم يكن متوقعاً لدى أنصاره لكنه في المقابل كان متوقعاً لدى كثيرين من خصومه خصوصاً بعد تحالفه مع جماعة مسلحة أسقطت الدولة وظلت تنتظر اللحظة السانحة للإجهاز عليه صالح الذي عرف بدولته البوليسية وبحسه الأمني في الكثير من تحركاته قتل بشكل ديراميتيكي مع عدد قليل من أعوانه منهم عارف الزوكا فيما لم يعرف مصير الآخرين مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام قالت أن طارق محمد عبد الله ابن شقيق صالح قتل خلال المواجهات التي دارت في منزل صالح في شارع مجاهد نجل شقيق صالح محمد محمد صالح أصيب وتم اختطافه من قبل مسلحي الميليشيا وتم نقله لمكان مجهول وبحسب المصادر فإن مصير كل من اللواء محمد عبد الله القوسي وصلاح لعبد الله صالح لا يزال مجهولاً مؤكد أن أصغر أبناء صالح واسمه مديان قد تم اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين خلال احتفال نظم على خلفية قتل صالح قال إن بعض أبناء الرئيس السابق موجودين في المستشفى وتتم معالجتهم غير أنه لم يحدد أي مستشفى يتلقون فيه العلاج أو عددهم نعم أيها الإخوة أقول لكم اليوم أن بعض أبناء علي عبد الله صالح يعالجون في المستشفى وعليهم الحماية من قبلنا ولم نذهب لتصفيتهم مصادر أخرى أكدت بأن المتواجدين من أبناء صالح كانوا في المنزل قبل اندلاع الاشتباكات ولم يتسنى التحقق عن كيفية اعتقالهم أو فيما إن كانوا جميعهم قد اعتقلوا رحل صالح إذن وطويت بعده ملفات كثيرة ودفنت معه أسرار حقبة امتدت لأكثر من نصف قرن كان فيها فعلا في تاريخ بلد تهاوى بفعل إدارته نحو المجهول موسيقى 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 موسيقى